السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نطبخ الحريرة بدون هذه نعم شوية عملو فيها شوية مقدونيس وشوية البازيليك هذا عملو فيها شعالين حريرة مشي هي المغاربة لما كانش الربيع كنسميه الربيع نعم شا طبقوا لهذه الخضراء ما كانش حريرة ما كانش حريرة ولكن خير ان شاء الله راذبك الفلاحة كثير واحتل القزبرة كين في الغير والكزبرة من الاحسن تستهلك شرب الوقت ديالك تكون ممكن رائحة ديالة جيدة بدون ري بدون سقي بدون تقنيات بدون موبيلات موال يعني الفلاحة كيشتو القزبرة كيطلع يعني ما وزيدة على ذلك قاتلك بانه طبعا نحنا هي اي حاجة خضراء هي اي اوراق خضراء ممكن تقطعوا الدار في الحريرة غيروما النساء كيعرفوا غير القزبرة والمعدنس والكراوس وطبعا حيث الرائحة ديالة جميلة اوراق الكل البصل الشيء اوراق البصل جيد لو كانوا يقطعوها رقاقة رقيقة مزيانة اوراق البصل تتعمل في الحريرة مأكيد نعم والاكين اشياء كتيرا اللي ممكن تعمل في الحريرة غيروما ويتسألك منسبة السلمية والمردد في فصل الصيف يعني كيكونوا موجودين هل كيكون كيبقوا حتى الفصل الصيف نعم نعم كيبقوا حتى الفصل الصيف والكين تستهلكوا قبل شهر تسعود نعم قبل ما يدخل الخريف إلا دخل الخريف صافي مبقاوش هذه النباتات كله ومشت مقاش تستهلك جميع الاشياء اللي كتعطينوكها واللي كتعطينوكها واللي كتعطينوك مواد طيارة لا توجد في فصل الخريف فصل الشيطة لا توجد ولا الناس شموا ريحت شي حاجة في فصل الخريف فصل الشيطة يعني يخبروني يعني هذا نموس كوني الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء التي تنكي لك كما قلت هذي تمرست هذي اللي كنسموه احنا تيميجة الزعتر هذا النوع ديال الزعتر وهو الزعتر نفسه نيتو تيكون في شهر اربعة وخمسة يعني شهر ربعة كيبدي نوار شهر خمسة كيكون النحل كيعمر منوه في شهر خمسة كيقطعوه العسل ديالو كيقطعوه في اخر شهر ستة وسبعة كيقطعو العسل ديال منطقة ديال خنيفرة ديما كيلقاوه يعني شهر سبعة النحال قطعوه يعني الزعتر لانا كيكون عمر منو هذا فهذا وعليينو ما كيعمرش بسهولة من الزعتر نحاله يعني لون الازهار ديالو مشيش الدابا لان حل يفضل الاصفر والبرتقالي اللون الاصفر والبرتقالي ثم كيخلي اللون الازرق بحل هذه ال خزامة انكيعمر ممكن يعمر من الخزامة لكن الخزامة عندها نوارا يعني الزهرة ديالها زرقاء يكيعمرش منها بسهول ثم يعني كيخلي هاد الالوان الأخرى هي الاخرة الازرق والأذياد يبقى ولكن كيفضل الاصفر والبرتقالي هم اللي يمشي اليوم اللولين. ثم عادة ارجع لهذا هذا. فهذا حتى الزعتر كما قلت حتى هذه الاعشاب هذه عندها موسم. يعني هي اه شهر بعد اخر فصل الربيع. هي تقريبا كلها اخر فصل الربيع. ولكن هذه النباتات راه كتسقى. هذه السيدة كتسقى على مرددوش على تينيه على السانية على هذين. هذه نباتات كتسقى يعني كتبقى تشتد في فصل اخر فصل الربيع. كتبدأ من شهر خمسة. هي كتزيد وشهر ربعة كتبدأ السانية. كتتنور السانية كتتنور في شهر خمسة وستة. ثم كتبقى يعني كتبقى صالحة للاستهلاك. حتى شو تنبير تل 22 شو تنبير. جيد. لكن بعد 22 شو تنبير من اللي كتخرج هذك المطرق من الارض. يعني في اللي حكي عرفوا هذه الاوقات هذه. فمن تمام الله صافي مقاش النعناع مبقاش المرددوش مبقاش سانية مبقاش صافية. ليس هنا معني. إعلاج لأنك تبدأ دور النباتية تتغير في هذه النباتات. الفتات وهي ولا 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 تصلح. لا طبعا هي. يعني سمك تبدأ الأشياء ليابسة. وشو سبحان الله شوف تومة. تومة عد نحنا مصنفة مع المواد ليابسة. والبصل لا. البصل مع المواد الطارية. ولذلك الناس اللي كيخزنوا البصلة. كيخزنوها في المطامر وفي السلل. وكيبيعوها في الفصل الخاري في فصل الشتاء. فهدي لا تصلح للتغذية. لماذا؟ لأن هذا الفصل ملكة صبشتل ولا كتخرج. النبتة. لأوراق ذيالك. نسموها الخضارية. نعم. هذيك البصلة اللي كتخرج النبتة كناكلوله أوراق ما كناكلوش الرؤوس. خسناء الجيدر. خسن حتى يعني الفلاحي يعرفو هذا. كيولي. لو أوراق ديالهم اللي كيطوالوا وكيوليهم زيانين. كنحيدوا المؤخرة ديالهم. كنزولوا المؤخرة ديال الأوراق. ولكن الرقبة اللي كنسموها ذيك الرقبة. اللي خارجة من الأرض لخرجة من هذيك الكركوبة اللي كنسموا ذيك الجيدر. نعم. فالبصلة ليستهلك على شكل أوراق. لأش. لأن الأوراق كتصخن كتار من البصلة في فصل الخاري وفصل الشتاء. من اللي كتكون آخر فصل الشتاء. سوف يعني البصلة راتما. واللوكي يجيبوها. وخباق الرؤوس ديالها صغار ولكن ولا تدخل السوق. قدخل ربطة. قددخل بالربطة. ثم لا كتولي جيدة في فصل الرابع. هائلة. البصلة هائلة في فصل الر لو كان النساء يخضروا بها بالوراق دياله نعم بالأوراق يعني نعم يعني هائلة خضرة هائلة لكن ما على الأسف يعني ما على الأسف النساء حتى البصلة الحمراء ما كيبغيواش يقول لي كتزراق ما اللي كتطيب كتزراق هي بالعكس ما اللي كتزراق عاد جيدة لماذا؟ لأن في مضادة الأكسادة هي قوية تسكن قوية لأن فيها مادة الأليسين وهذه الفلفونويدات لكنه بالعكس قدمة زراقتية فيها تركيز عائل المغرب كنسموه النعناع العبدي نعم هو النعناع الفلفل المغال العربية والبيبرمينت بالأنجليزية هذه لامونت بوافري يعني ترجموها بالفرنسية لامونت بوافري هذا النعناع العبدي كيطلع يعني فصل الصيف وكلما اشتد الحر وكلما يعني خضرة ويعني الطول دياله كيقدر يوصل حتى لنصف مترو وكي ينبت في جميع مناطق المغرب من السايس حتى الناظر العروي الشامال احتل دكالة احتل تنسيف تمركت في الشاوية قصبتيا ينبت في جميع المناطق هذا النعناع النعناع وكان عدنا في المغرب مع الاسر هذا النوع ديالنعناع كي ينبت في هذا الفترة هذي في شهر ثمانية كي يشتد في شهر ثمانية نعم أخذ شهر ثمانية هذا النعناع الفلفلي هو الذي يضمد سبازموديك والذي يضمد القولون وأن الناس كيكتروا من اللحم ومن المقليات ومن يعني كثرة الأكل في فصل الصيف وأن الناس كيشتكوا كتير من هذي الأمراض الهضمية خصوص الأمعاء نعم وهذا النعناع الفلفلي هذا النعناع العبدي في المغرب هذا كان كيتشرب فهذه الفترة هذي كي يغليوهم على الماء ويتشرب وهو الذي يعني يسوي الحركة ديال الأمعاء ويسوي الحالة ديال الأمعاء بما في ذلك الأشخاص اللي عندهم قران ولي عندهم حتى القولون العصبي ولي عندهم بسر لأنك يكون الأمعاء ملتهبين كثرة اللحم حلويات كثرة السكريات وهذا النعناع الفلفلي خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الفصل لماذا مع اللحوم يعني اللحوم يالك الطيب في الجهاز الهضمي يعني الجهاز الهضمي فهذه أشياء بسيطة جدا نعم ثم الباربة مثلا البنجر خلقه الله في هذا الفصل لماذا لأن الكابيد يتسمم بالكينونات الكينون الكينونات كيتجمعوه في الكابيد الكينونات يجي من المقليات ومن الحلويات ومن الدسل ومن مسائل فهذا البنجر تطحن مع الموت شرب فهو يغسل الكابيد كيتغسل علاش لأن هذا المادة اللي فيه الأنتوسيانات اللي فيه تشد الكينونات ما تخليش الكينونات في الكابيد هذا المسائل البامية الملوخية كيشوفوها الناس على أنها لازجة كتلصق فيها خيوط وهذه المادة اللي كتلصق هي المادة التي تكنس القولون مثلا كتكنسوه تسقل هذا الأمع وجيدة هي مع كيش تحفظ في الأمراض يعني ممكن الأصحاب السكري بالعكس هي جيدة الأصحاب السكري جيدة أصحاب الأصحاب الضغط الناس ليعدهم السومنال ليعدهم القولون العصبي ليعدهم سرطان كل الفئات ممكن يأكلوا هذه هي خضر مش كتيرة لخلق الله يقطين والبنجر والبصل ثم كيبقى هذيك القرعيات القرعيات الحمراء في قرع الحمراء كينا موجودة كيش تحفظ